اشتركوا في القناة مصدر عسكري تحدث عن ان منظومات دفاعنا الجوي تصدت لعدوان اسرائيلي بطائرات تسللت على علو منخفض من غرب بيروت واتجهت شمالا مستهدفة بعض مواقعنا العسكرية في محافظتي ترطوس وحمى وطبعا هيدا من أسوأ الأخبار اللي الواحد ممكن يسمعها مش لأنه أنا متضامن مع سوريا لأسد أو أي شيء بس فعلا خبري يا خي سيء ومفجع ومؤلم شو غارة اسرائيلية بالسورية يا زلمة؟ خصوصا إذا هي دليل على شيء مثل هيدا هذا الهجوم يعني يعبر عن شيء أساسي أن سوريا اليوم تنتصر وأكيد يعني واحد ما بيحب الانتصارات لسوريا لأسد لذلك أدين وأشجب هذه الغارة اللي بتدل على انتصار سوريا هلأ في دول كتير معتبرها حالة مهزومة لأن ما عندها غارات ما حد عم يقصفها مهزومة دول هيدا منتهية ولا حد عم يقصفها ولا إسرائيل أبدا الغارة الإسرائيلية دليل على أن سوريا تنتصر كيف تكمل تحكي مواعده؟ وأنا بوجهة نظر اقتصادية محاولة التأثير عن نجاح الباهر لمعرض دمشق الدولي اللي حتم افتتاحه غدا إعلاميا لتحجيم صورة النجاح واللي حيكون بإذن الله نجاح كبير أيوة لأن على أساس الغارة شنتها جمعية تجارة الأبيب مش الجيش الإسرائيلي منافسة أكسبو بوجه أكسبو قال لك هيدا الغارة للتأثير على نجاح مؤتمر دمشق الدولي لا 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 فعلا دليل على الانتصار بعدين ليك بتحس فيها بتحس بالانتصار بكل ردود الفعل تصريحات الحليف الروسي تحديدا كانت عالية النبرة في المرحلة الأخيرة بأنه أي عدوان هذه المرة لا يمكن أن يمر بشكل طبيعي أيضا كانت هناك زيارة وزير الدفاع وزير الخارجية الإيراني يعني في حراك معين شهدناه في الفترة الأخيرة لم نشهد بناء على كل هذا شيء جديد بالخبر اليوم بأنه اعتداء إسرائيلي وجرت تصدي له بواسطة وسائل الدفاع الجوي غارة ما بتعرف يعني شوي عاطفي لا لا الغارة وحكي روسي لا يا حبيبتي ما لنا تحديدات فاضية وما صار شيء لا صار شيء كيف ما صار شيء حدث تطوروا لافتوا بهيدي عفواً الغارة ما تحرك لكل الكلمات انت بهيدي الغارة غير المسبوءة غير المسبوءة اللي حصر وقد تم التعامل مع الصواريخ المعادية وأسقاط معظمها وإرغام الطائرات المهاجمة على الفرار وإرغام الطائرات المهاجمة على الفرار الطائرات الإسرائيلية لازت بالفرار أنه مفروض يقصفوا ويقعدوا يبركوا بسوريا يعني ما يتحركوا بيبلت بسوريا بس هالمرة لاز بالفرار تعرف أبو السوس قبل كان الطيارجي لا أشرح لك لأنه أنت أكيد شكلك ما فهمت قبل كان الطيارجي الإسرائيلي يوصع برازق قبل ما ييجي يوصع برازق غرف نوم ملبس يصدف مرايا شامية كذا خزافيات يعمل الغارة ينزل يعمل شوبينج بعدين يفل هلأ غارة ولازت بالفرار تليل قوة قوة المحور كله كل المحور قد خبرك إن الحكومة السورية حاليا في وضع أفضل بكثير ولن تسمح لأحد بالقيام بعدوان ضدها من دون أن ترد عليه للحكومة السورية حق الرد على أي عدوان إذا حصل هي وحلفاؤها سيردون وجاهزون للرد على أي عدوان القوات المسلحة الإيرانية تبزل كل مساعيها للمساعدة ويعادت الإعمار للبنية التحتية الدفاعية للقوات المسلحة السورية القوات المسلحة الإيرانية ووزارة الدفاع تبذلان كل مساعيهما لإعادة إعمار البنى التحتية الدفاعية بما يضمن السلام والاستقرار لسوريا هناك فرق بين العدوان الواسع وبين ضربة أو السهداف لموقع ما أيها يا واسع الفكر يا واسع الأفق حبيبي الإيراني مش تبع انفعالات الإيراني بيحب الواسع وسع له برد كل ما وسعت له كل ما رد هيدي ضربة مش عدوان مش عدوان واسع بس شو تصنيفة يعني على قدية واسعة وقدية ضيقة أعتقد أن لجوءهم لإسرائيل هو نوع من حل وسط بين العمل مطلقا والاكتفاء بالتهويل والعمل الواسع الذي تشارك فيه أمريكا حل وسط مفتاح شق 14 يعني شو حل وسط من بآخر 18 شهر قالت إسرائيل أنه عملت 200 حل وسط بسوريا ضد أهداف إيرانية 200 غارة حل وسط 200 ماس كهرباء وانفجار محول وبعض من الشباب ناطرين العدوان الواسع للرد كما بس عن جد الواحد بده يعترف بشجاعة سوريا الأسد وإيران وروسية بالمواجهة في غضون ساعات من الغارة الإسرائيلية وما إن لازت الطيارات الإسرائيلية بالفرار بعد ما أصفت كل أهدافها بنجاح رد محور الدفاع عن سوريا غارات مقابل غارات شنت مقاتلات تابعة للنظام السوري غارات جوية مكثفة على مناطق في ريف إدلب الغربي مما أدى لسقوط قتلا وجرحا وقال الدفاع المدني السوري إن خمسة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب العشرات بجروح نتيجة الغارات الجوية التي استهدفت محيط جسر الشعور ستة أطفال قضوا تحت ركامي هذا المنزل بعد استهدافه بغارة جوية من قبل طيران العدوان أربوسي بصواريخ شديدة الانفجار هنا في مدينة جسر الشعور ما بيسكتوا الشباب الحبيبية ما بيطنشوا ولا زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات إسرائيل تضرب سوريا لأسد 200 غارة خلال 18 شهر يعني غارة كل 3 أيام بيردوا الشباب على سكان إدلب شجاعة مروقة ونخوة ورجولة بالمواجهة غير مسبوقة وفي حدا تاني كمان حذروا هذا الأمر يعني قضية لبنان هي دائما كانت معنا هي الخاسرة أو الرخوة والشوكة دائما في الخاسرة أهمية أن تكون الأراضي اللبنانية الأجواء اللبنانية لنحية الصيادة مصانة في هذا الأمر لأنه يعني من المفارقات بأنه تستخدم الأجواء اللبنانية أكثر من مرة للاعتداء على سوريا في أكثر من موضع للأسف هذا موضوع يعني هو أيضا برسم الحكومة اللبنانية ما فينا كجيش عربي سوريا وقيادة سوريا وشعب سوريا نضنت غاضة عن السلبية اللبنانية تجاه استخدام أجواءه ضد سوريا الحد الأدنى شكوى لمجلس الأمن طلع الحق على لبنان إسرائيل تضرب إيران بسوريا بيطلع الحق على لبنان قال لك استخدمات الأجواء اللبنانية طيب الطيارة أوكي بالأجواء اللبنانية عال بس صاروخ اللي طلع من الطيارة فات بالأجواء السورية وفجر بالأرض السورية على مواقع إيرانية بقلب سوريا هاي ما بدا سؤال عن السيادي يعني قاعدين بالجولان من لما كان حافظ الأسد وزير اتفاع فهمنا ماشي قلنا هيدا صراع دولي كبير وصل البشار على الحدود ورجع وقال أنا ملتزم انتفاقية فصل القوات كمان قلنا ماشي الحال بس أنه بس أنت بس شايف الطيارة الصاروخ ما زعجك اللي فيه هيدا مش خرق للسيادة مفجر للسيادة والأمار كان عندهم قواعد ومطارات ومخابرات والأتراك موجودين والروس موجودين أبو السوس هيدا حكي فاضي كل اللي كاتب لي حكي فاضي هيدا رده بعيف فيه إنجاز حصل الطيارات الإسرائيلية لازلت بالفرار بعد ما قصفت لقي غير رد وغير الحلقة مش منيحة إلى اللقاء غيرها الحلقة اشتركوا في القناة